دكتور دايماً أي حد بيسمع حضراتك ويشوف حضرتك دلوقتي هيسأل نفسه طيب في حل أن يكون في حالة عدم موجود حيوان منوي بالسائل المنوي ممكن يكون الرجل ده ينجب بشكل طبيعي ولا لا في حل ولا لا هو أغالباً الشخص اللي بيصل إلى زيره أن يصل لطبيعي فيها صعوبة صعوبة جداً أنه يوصل ل 15 مليون بيبقى صعب فبالتالي إحنا الجهدنا كله بيتركز على حاجتين الحاجة الأونية أن الشخص ده مفيش انسداد لو فيه انسداد وأثبتنا انسداد يبقى حلو اللي هي عينة الخصية أو إعادة توصيل إعادة توصيل نسبته ضئيلة يعني تصل لعشرين في المية فبالتالي بترجع تاني يحصل انسداد فأقرب حاجة لي أن أنا بخش دايرك أبروتش على طول على الخصية أخذ منها ده اللي هو أبوستراكتف أنه الأبوستراكتف اللي هو ده بيبقى فيه عدم نشاط إحنا بنسميه إيه يعني سيء مثلاً بعض البقر في الخصية بتشتغل لمرحلة من المراحل مرحلة أولى وتقف مرحلة تانية تقف مرحلة تالتة وتقف دي أحياناً بنتجه إلى وسائل دوائية علاجية نكمل المراحل نديله فرصة ننشط نعمل عملية تنشيط نخلي البقر دي العدد يزيد يظهر أنا بشبهها أن إحنا مثلاً سيء في قوضة تلات أفراد تلات أفراد مش قادرين يطلعوا لأنه ما فيش فقد لو القوضة دي فيها متين هيحصل أن يخرج جزء لأن القوضة مش هتستحمله يقدر يخرج فإحنا الدور اللي بنعمله بندله فرصة ثلاث شهور ست شهور بيمشي على علاجات علاجات إيه هي؟ بدي حاجات منشطة للخصية بتحبها للخصية زي إيه؟ أولاً بيمتاني عن التدخين والمخدرات وعن البليوشن تلوث عن السمنة عن الوسائل المؤثرة حوالي نمط الحياة اللي ممكن تأثر عليه بالسلب بالسلب وبعدين أنا بديله بعد المضادات أكسادة أنتو أكسيدانت بعض فيتامين بتفيد بعض الأرجينين أنتو أكسيدانت كل الحاجات دي بتفيدني أن أنا أنشط خلايا الخصية وبقى فيه منتجات كاملة بالحاجات دي كلها بديها فرصة بديها فرصة أني تنتج كل ثلاث شهور يعمل تحليل سالمانة لقينا جزء بسيط حتى ولو بيتعد بالعدد ممكن نجمده تجميد ده بيحض مدة طويلة ممكن نصل لأكتر من ستة شهر وبعمله وبنعمل ده حله بيبقى حقن مجهاري حقن مجهاري بناخد البوضات بناخد سوري بننشط المرأة وبعدين بيحصل استخراج بوضات خارج الرحم في المعمل والحيانات اللي لقناها ومجمدنا نستخدمها في الحقن المجهاري ده في حالة عدم النشاط وعينة الخصية جميل جدا فبيقدر يجيب يعني بعد فترة فيه استجابة بعض الحالات بيجيب ما كانش منتجه الاتجاه الثاني اللي هو عينة الخصية